اشتركوا في القناة وما تركوا بيوتهم وحاولوا قدر امكانهم انه ما يكونوا حاضمة داعش بس معها الشي هذا لسه في يعني خلايا نايمة وشي هذا لسه يهدد المنطقة واحنا الناشد شعوبنا ما شرق سوريا بأنه يوقفوا مع سوريا الديمقراطية ويقازروا حماية الأسايش بحيث انه ننهي على هذا الارهاب داعش بشكل كام وخلايا النايمة مواطننا عبدالله قلاء من اهالي حي غيران الغربي يعني بجميع الدول هي اخطر منظمة والقضاء على داعش وعلى خلايا داعش داعش لسه الى خلايا وقوات سوريا الديمقراطية يعني ما قصرت ومشت وتمشيت وتمشيت اكثر على ذلك يعني من الدليل على ذلك بتلحمي استقوا عدة مستودعات اسلعة كبيرة كمية كبيرة داعش لم تنتهي لازم نطلب من الاهالي والعشائر ان يصطفوا الى حول قوات سوريا الديمقراطية قوة الامن الداخلي لازم يتعاونون مع القوة الامن الداخلي لازم يتكاتفون الاهالي اي شي يلاحظون عليه شي مو مصبوط او مو طبيعي يخبروا مباشرة قوة الامن الداخلي سيأقرب نقطة لهم يخبروا يعني لازم يخبروا اي جهة معنية بهذا الامر عم متهدد ونعم موجودة خلايا نائمة ونفوس دنيئة ونفوس رديئة كل من يتعاون مع هذه المجموعات الارهابية فيها الحملة الانسانية القاموا فيها الرفاق الله يعطيهم العافية ونطالب بالمزيد والتمشيط والامن والامان في هذا المخيم لقوا اسلحة وجابت نتيجة واعتقلوا بعض الاشخاص الارهابيين ولا يزال في المخيم منظمات ارهابية نحن نطالب من الجهات المعنية ان تزيد وتكثف الحملات على هذا المخيم عبدالسلام عواد من اهالي المنطقة من ستان الحي طبعا التنظيم داعش يشكل خطر على المنطقة وعالشعوب بشكل عام ويشكل خطر عالمي يشكل خطر على مستوى العالم فمسؤولية الامن مسؤولية الجميع الواجب من الاهالي اللي يترتب على الاهالي انه يتعاونون مع قوى الامن الداخلي ومع قوات سوريا الديمقراطية حتى نحد من هالخطر هات وصار اكثر من حادثة صارتين حادث غويران حادث السجن غويران راح ضحاياها 121 شهيد بحي غويران الحملة الانسانية بالهول تم القبض على اعضاء الخلايا الارهابية وتم تحرير اسراء وراح فيها شهداء فالحملات الانسانية احنا نطالب بها ونشجع الحملات الانسانية للقضاء على اهل خطر طبعا قوات سوريا الديمقراطية قضت على تنظيم داعش تقريبا بشكل كامل لكن لا زال في خلايا ببعض المناطق وطبعا متسترة الخلايا مي ظاهرة حتى يلقون القبض عليها او يحاربونها بشكل مباشر مجد الاهالي بانه اللي يشوف خلية او يصير له خبر عن خلية لا يتستر لا يتستر ولا يخاف تشكل خطر كبير على المجتمع كامل المحلي والعالمي عالميا ودوليا أبدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة